هذا وقد أكد رئيس التونسي قيس سعيد حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقاومات الأمن والاستقرار في بلاده وخلال إشرافه على عملية تسلم مليون وخمسمائة ألف جرع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من إيطاليا جدد الرئيس التونسي موقف بلاده الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير الشرعية وتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم محذرا من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في ظل الضرف الدقيق الذي تمر به تونس